الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في الخامس عشر من وامبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال في بيان إنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة فإن ذلك هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها بدون أن يذكر حالات ملموسة جوتيريش أوضح أنها أيضا مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة الله منذ العام 1950